السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كنا ذكرنا كيف قابل إبراهيم عليه السلام النمرود والنمرود كان ملكا على بابل وكيف كان يوزع الطعام على الناس وربما باعه على بعضهم فأقبل إبراهيم عليه السلام ليأخذ طعاما فناقشه إبراهيم وحاوره وناظره وكان يدعي أنه الرب الذي هو النمرود يدعي أنه رب للناس وأن الرزق بيده فنظره إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا يحي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأتاه إبراهيم بحجة لا يستطيع أن يردها وهو أن يأتي بالشمس من المغرب مدام أنك تتحكم في كل شيء طيب جئ بالشمس من المغرب المناظرة عموما هي وسيلة للوصول إلى الهدف والمناظرات اليوم كثيرة سواء في القانوات الفضائية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة اليوم لكن لا ينبغي أن يدخل المسلم في المناظرة إلا بنية صالحة أولا والأمر الثاني أن لا تناظر ولا تحاور في شيء إلا وعندك معلومات شرعية في هذا الشيء الذي تتحدث فيه يعني أنت فلا تناظر في مسألة تحريم الإسلام مثلا للزنا أو تحريم الإسلام للربا أو مثلا إباحة الإسلام لتعدد الزوجات أو إباحة الإسلام لكذا من الأمور وأنت ليس عندك قاعدة شرعية تقف عليها وتستند عليها لا بد أن يكون عندك معلومات عندما تتحاور يكون عندك معلومات الأمر الثاني أن يكون عندك احترام للآخر فإبراهيم عليه السلام لما قال له ربي الذي يحييه أنا أعبد الرب الذي يحييه ويميت ها الذي صفته يحيه ويميت أنت من صفتك يا نمرض تحيي وتميت قال أنا يحيي وأميت وأتى برجلين كما ذكرت وقتل أحدهم وترك الآخر وقال أنا أمدت هذا وأحيت هذا فإبراهيم عليه السلام كان يمكن أن يقول طيب أحيي هذا الذي أمدته طيب أنت يا أيها الجاهل أو يا أيها الغبي أو كذا لم يسلك معه إبراهيم مسلكا يعني فيه نوع من التهجم الشخصي عليه أنك جاهل أنك غبي أنك كذا وكذا لا وإنما انتقل إلى نقطة أخرى تماما ترفع ترفع عن أن ينزل معه إلى المستوى الذي يريده ذلك النمرض ولذلك أنا أدعو إخوتي وأخواتي ممن أحيانا له مناظرات من خلال الإنترنت ولله الحمد اليوم المناظرات والحوار من خلال الإنترنت له تأثير كبير جدا في دعوة الآخرين إلى الإسلام أعرف بعض من بعض المراكز الإسلامية ومراكز الدعوة التي تحاور من خلال الإنترنت يسلم عندهم في كل ساعة أحيانا مسلم أو مسلمان في العالم ويكون عدد المسلمين يوميا عندهم فقط أكثر من خمسين في اليوم الواحد فما بالك بهم في الشهر وما بالك بمراكز الدعوة الأخرى فالذين يدخلون في الإسلام عبر الحوار وعبر المناظرة كثيرون جدا ولكن ينبغي لمن أراد أن يناظر وأن يدعو الآخرين للدعوة إلى الإسلام أن يكون عنده أسلوب حسن في حوارهم وفي نقاشهم حتى يهتدوا فعلا لهداية الحقيقية وأن لا يكون ربما أبغض الإسلام أكثر من خلال الأسلوب السيء الذي مارسه هذا الإنسان معهم فإبراهيم عليه السلام لما حاور قومه لما حاور النمرود كان يترفع عن التهجم على الشخص الذي أمامه وكان عنده معلومات كاملة عن الموضوع الذي يتحاور فيه مع الآخرين هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام لم يطل الحوار بل جاء بأعظم حجتين التي أسقطت جميع الحجج عند الشخص الآخر ولذلك قال الله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت يعني تفاجأ وانقطع ولم يستطع أن يجيب قال الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يهدي القوم الظالمين إلى حجة لا يوفقهم إلى حجة يحتجون بها مدام ظالمين مدام كاذبين لا يوفقون إلى حجة إنما الذي يوفق إلى الحجة السليمة وإلى الكلام الحسن هو الشخص العاقل الذي ذهنه صافي كما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي هذا أمر الأمر الثاني أن ذلك الرجل بيّن أن الإحياء والإماتة إليه مع أن الإحياء والإماتة إلى الله جل وعلا والإحياء والإماتة ذكرها الله تعالى في القرآن كثيرا كما قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها هذه القرية التي العشب فيها يابس والأشجار فيها ميتة والبيوت فيها خاوية كيف تحيي مرة أخرى هذه القرية كيف يحيي الله أنا يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث ثم أحيا ثم بعثه فأماته الله مئة عام ثم بعثه فلما بعث ونظر وإذا حماره قد مات حتى لم يبق إلا عظام خاوية وإذا طعامه على حاله ولذا قال الله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير هذا تفاح أو هذا برتقال أو هذا موز أو هذا خبز ما تغير بينما الحمار تغير دليل أن الله تعالى هو جل وعلا الذي يفعل ما يشاء يميت من يشاء ويحي من يشاء وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك كيف صار ميتا نخرا وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نعيدها مرة أخرى بعدما كانت نخرة وتفتتت كيف رجعها البعض ويرجع الهيكل العظمي إلى بعض كيف ننشزها ثم نكسوها لحما قعم الحمار أمامه حيا فلما تبين له قال أعلم أن الله لكل شيء قدير فالإنسان إذا إذا علم أن الله تعالى يحيي الموت ازداد إيمانا بربه وقوته ولذلك قال الله تعالى أيضا عن بني إسرائيل ألم ترأي للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله تعالى يحيي من يشاء جل في علا ويفعل ما يريد إذا آمن الإنسان بهذا علم أن الإحياء والإيماتة بيد الله تعالى وصار عنده أيضا اطمئنان أنه إذا نزل به الموت وهو مستعد له أنه لا يخاف منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه للعمل الصالح قبل موته وفي رواية أخرى قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له قيل وما عسى له يا رسول الله قال يوفقه للعمل الصالح قبل موته ثم يقبضه عليه والإنسان ينبغي أن يكون دائما مستعدا للموت ولذلك في حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لمؤمن عنده شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه نحن يكون مستعدا لو إذا عندك أشياء أن تطلب ناسا مالا أو أنت قد استدنت أموالا أو عندك شيء تريد أن توصي به أو ربما عندك زوجة وأولاد في بلد آخر لا يعلم بها أولادك أو غير ذلك من الظروف التي يعيشها الناس اكتب كل ذلك وبيّنه ما ينبغي أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته